مش نحكيو عنا برشة جديد برشة اكتواليتي نبديو بالفوتو دولاسمين عاملت بوليميكا زيكربيرج اللي قوات قسمة الاراة بالنسبة لها معتا زيكربيرج والمريول اللي حطوا بصراحة قميس اسود مكتوب عليه شنو اكتب عليه ممعنا سندمر كرتاج يجب أن ندمر كرتاج يجب أن ندمر كرتاج كرتاج سيناتور روماني ماركوس كان قالها قبل الحرب على كرتاج وغيره وانقسمت الاراء بين اللي يقول لك لا مقصودة باحثة في علم الآثار سمعتها البارح في الراديو لا مقصودة والحرب وكذا وكذا ومش كون يقول لا يرجع نظراً للحرب هما ضد جوجل ضد كذا معتها قيلة صدفة وفما من لا يؤمن أنها قيلة صدفة من يقول أنها صدفة وليست مقصودة قرتاج أو تونس أو كذا بيليل ما عندها حتى علاقة بتونس ولا قرتاج ولما هي مقولة تتقال كما نقول وإحنا في خوض الحروب باش مطيف روحك فهو قالها في حربه مع شركات كبرى كما جوجل بلوس قاعد في حربه كبيرة مع تيك توك ومع منصة إكس حبي أن أعمل استغل عيد ميليودو باش يوصل المساجة ذاك خاطر بيوتاتر هما فهمة مقولات في العالم منوفو يقعدوا للتالي يقعدوا العبادي يستشهدوا بيهم ملقا حتى مقولة هل نعطيك مثلا معتا بيليل صدفة تاني مش يسر معتا مش يسر في عيد بيليل ليهبط معنا نحن اليسر ليش هو يسر خنكمل جملتي بيليل كمل خنكمل جملتي روك يقولوا كي يجي مثلا كي يجي مثلا مطران يقول هناك رؤوس قد أينعت وحان وقته قيطافيا هل يقصد مطران كيقولها احنا نقولوها ديما الكلمة وليه هل يقصد مطران أهل العراق هل حجيج بن يوسف هو اما احنا تاخذ الكلمة وتتحط فيه سياق معاين الصراع بين روما وكرتاج هو صراع الاستعماري تاو ينوفر خننقولك هتاو رأي شخصي ذا اي فمش كون يقولها اي فا تيتر اما ولكن انا شخصيا دراء انه اه توزيع الخطابة ذاية على العقل البسيط يضرنا ما خلينا نحنا في الفترات معتا ما ريتش ناس حلوا بجدية الموضوع هيدا فا هذيك المصيبة انه تلقى عبيد لهالدرجة واثق من رأيك ماركو في عيد ميلادو يهبت خطاب اي حبت بالذات كارتاجو دلينة لا 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 ما قالش حدر اخذر اخذر راي ماهيش توني حبي دمار حكيو عالحرب بين روما وكرتاج لا 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 ما تردهيش تونس بلاي لا تبسطها ماان انه كارتاج يقصد تونس لا لا هيدا اش حاب تقول لا لا الحرب انا قتلك بين روما وكرتاج كانت حرب استعماريه هي استعماريه فما واحد جه لا لا يا شخصيقي ااخي نوفل هذا counseling رايق على الحيط ورالك على الحيط وهذا ماركو انا اعرف من الان النوعيه هذه نوعيه هذي تريد يعني التحدث بمواضيع وكذا وكاتب شو كاتب كارتاجو شو كاتب على قراتاج وعلى avشكو ومعروف يريد أن يدمرون القراتاج يريد أن يدمرون الحذارة القراتاجية يريد أن يدمرون وأنا اعرف واضح شكراً سامير وافي برك الله وفيك دخلت لحسدها مطران شنو تجيوب على رأي بيلان والله ما احتراماتي لرأيك يا بيلان شكراً هالناس هذو ما ما يكتبوش حاجة وما يقولوش حاجة إلا وراها خلفية لأن الجملة هذيكة تعني الدفع للحرب تدعو للحرب وقالها كطول أكبر وهذا سياسي ومحارب قديم في رومانيا قال جملة هذية لغزو وتدمير قرطاج هذي الجملة في إطالة التاريخ أحكي لي إنك مطران أنا سيغزو قرطاج مش سيغزو قرطاج مش دمر العالم العربي والإسلامي بما فيهم قرطاج والشيء اللي صار من خلال فيسبوك أنه دمر تحب ولا تكره دمرنا دمرنا القيام منتاعنا وما بادئنا خلانا ولينا ما معدناش عائلة واحدة ما معدناش نحترموا بعضنا نسيبوا بعضنا على الفيسبوك دمر كل شيء وعليش ما دمرش وعليش ما دمرش أوروبا باريكزامبل أوروبا عقلية أخرى وعليش ما دمرش السرين لعب على نفسيتنا لهشها دونك يعيب منك مش منه نعرف يا بلال هربت بنا هو المريول في مساج لحاجة معينة ثم يا بلال هو الأكيد دانوفل عنده حرب بش يخوذها لأنه فيما جملة أخرى قالها السيد هذا يا كاتو الأكبر بعد ما دمر قرطاج وكتشف ثرواتها يا سي نوفل قال بمعنى يجبوا إنقاذ قرطاج علش ما كتبهاش الجملة دي أنا حاب نعرف علش ما كتبهاش واضح صوف يالي شوف يا نوفل خنكون معك واضح وصريح قدام الناس كل أنا بعد اللي صار في سبع أكتوبر والحرب الإبادة وحرب القضاء على ناس أرضهم وتاريخهم وصغارهم ونساهم بعد موقع دفنهم حيين باسم يبعوه هنا في لنطان حرية التعبير والديمقراطية اللي تقاتلنا عليها ونرششنية يبثوا فهل الدول الضعيفة باش يتعاركوا من أجل عركة مغلقة من أجل الديمقراطية في حين هما الأمريكان والأوروبيين تقريباً مسيفة عامة الكل مع بعض الدول العربية في أول يعني أول ما خرجوا التلبة من أمريك قالوا أولا تضامنوا مع الشعب الفلسطيني أزوم الحبس سيح هذه في بلاد الديمقراطية والحرية التعبير وحرية نارا مشنو في أوروبا تتكلم مختارها فلوس كانت يشبت تحكي وتقول فلسطيني ولا تقول كذا يعني هذو ما ما يتكلموش من فرق صحيح وما يعملش حاجة هكاكا توا في ذكاء السيدة ذك أي وفي اللي يعملوا هذين كل فهمتني يستعير نقولوا إحنا موش كما نقولوا إحنا موش بالضرورة يكون تونس يستعير جملة من التاريخ معينة من التاريخ صحيح ويكتبها في مريولو في عيد ميلاده أيوة إنه يكون كلام بلاي صحيح ويقصد هو الحرب خطر بوتين خالة يا سفيين خطر بوتين لحظة بوتين في خطابه والأتحاد الأوروبي قال نفس الجملة بوتين في تعارك مع الالتحاد الأوروبي قال نفس الجملة في خطاب استعمالها مرتين ينجم يقول الحرب متاعه على كما حكيت أنت معل تيك توك ونعرشنوه واستعار من قائد يمكن يمن بي لكن أنا سخصيم أنا في قراري قناعتي الشخصية ما عادش نم منهم ما عادش نم من شنورهم شنية أفكارهم وين يحبوا يوصلوا لأنهم لا يمنوا ولا بالإنسانية ولا بالديمقراطية اللي عاركونا على خطرها ولا بحرية التعبير اللي نحنين تقاتلوا على خطرها تاوي كاي مفهمتي ولا بتيتشكون تختلف في فلسطين مصحفين سيح مصحفين مصحفين مو بشي عدي حدث مصحفين مصحفين وينكو وبركة همجع وينكو صحي همدفونين بالحياة مقابر الجامعية وينكو فلذا هلا ربع كلمات بتاع الحرية وديمقلاطية وحرية للإنسان وكذا هو وقت اللي يمنع عليك يا بيلان يمنع عليك فيديو انتع فلسطينيين موتا وشهداء فالسيد هداي عملك عمليات قتل تحب ولا تكره ودمرك ودمر لك معناوياتك وتقول جملة على الفيسبوكي يخرج لك يسكر لك ويحجبك معناها بلال ثم خلفية وانا بيصراحها بشنقول وعليش نتي ها بشنقول لك 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 ها بشنقول لها سيديه انا نتحدث ياسر مع العالم التونسي محمد لوصط العياري ونتكلمه برشا وسي محمد لوصط العياري هو يسمع فيها وقال لي يلزمكم سلاح العلم والسلاح الرادع وراه جاية الضربة لانه قاعدين يخطوا بش يدمروا هالي للبلدان هذية وخاصة افريقيا وقرطاج وإلى آخره خاطر يعرفوها دول متقدمة جدا في أفكارها عندها تأمن بحرية التعبير وحرية الرأي وهو ما ميساعدهم مش هذا وصدقني يا بلال الجملة هذيكة مهاش بريئة بالكل